أول حاجة اسمه الحقيقي ما هو جاكي تشان إيش؟ ليه يا وجي؟ اسمه ما هو جاكي تشان ما هو أول ممثل ما يكون اسمه الحقيقي حقيقي اسمه هو كونغ سانغ تشان أما بالنسبة لإيش سبب اسم جاكي تشان؟ فترى حصل عليه بالصدفة لما كان يشتغل كعامل بناء في أستراليا الله في قصة في عامل بناء في أستراليا إيش السهل في يا وجي في سنة من سنوات الفقر اللي مرت فيها أسرة جاكي تشان اضطروا إنهم ينتقلوا إلى أستراليا على أمل إنهم يحسنوا من أسلوب حياتهم ويرفعوا دخلهم شوية وأثناء ما كان هناك هو أمه وأبوه أمه كانت تشتغل والأب كان يشتغل وجاكي تشان بدوره قال أنا كمان يا جماعة حشتغل وراح يشتغل في أعمال البناء والحاجات هذه المشكلة مش هنا العمال أصحاب الأستراليين والجنسيات الثانية اللي معاه في البناء ما كانوا يعرفوا ينادوه اسمه صعب كونغ سونغ تان اللي نادي شونغ هونغ واللي نادي شونغ بونغ واللي نادي حسن بصلة ناديوه بكل الأسماء إلا اسمه الحقيقي آخر شيء واحد منهم قال يا جماعة هذا اسمه جاكي أوكي جاكي جاكي ياب جاكي ومع الوقت صار كل الموظفين اللي في منطقة البناء اللي كان يشتغل فيها ينادوه جاكي وهو بطبيعة الحال أعجبوا اسم جاكي وقال خلاص يا جماعة اسمي جاكي أنا من اليوم جاكي تشان ومن هناك انطلقت شرارة اسم جاكي تشان طبعا وقتها كان لسه صغير يعني 20-18 شيء زي كذا بالرجوع إلى ماضية جماعة جاكي تشان ما حصل لا على تعليم مناسب ولا درس زي باقي الأطفال حياته طفولته كانت جدا جدا قاسية وكئيبة مسرته كانت جدا فقيرة وحالتهم غير مستقرة على الإطلاق يعني من شدة الفقر أمه كانت أحيانا تضطر إنها تروح تبيع مخدرات تاخذ مخدرات من تاجر مخدرات وتروح تبيعها علشان تأكل طفلها الوحيد جاكي تشان والأب كمان كان مسكين من وظيفة إلى وظيفة حياتهم كانت جدا صعبة بل إنه في مرة من المرات جاكي تشان هو صغير مرض مرض عليهم هو بيبي لسه رضيع راحوا المستشفى قالوا للدكتور اسمع خذ الولد خذوا لك عالجه والله ما عندنا فلوز نعالجه والله يخليه وفي مرة من المرات من شدة الفقر ومن شدة الوضع السيء اللي وصلوا له عرضت طفلهم للبيع شافوا دكتور بريطاني قالوا له يسمع دكتور هذا ولد كويس والله صحة كويسة بس إحنا والله مساكين ما نقدر نأكله الولد بيموت علينا تكفى اشتريه بس الحمد لله أن الدكتور طلع بني أدم ورفض يشتريه لأنه الطفل كيف يشتريه على كل حال ولأنه عاش هذه المعاناة وفهمها في طفولة وعرف كيف أثرت عليه اليوم جاكي شان من أكثر الأشخاص اللي يتبرعون للجمعيات الخيرية وساهم في تأسيس العديد من المدارس ودعم الكثير من الأطفال اللي ما يقدرون يدخل المدرسة ودخلهم المدرسة ولأن الكريم ربي يكرمه والسخي الدنيا تعطيه ثروة جاكي شان اليوم تقدر بحوالي 350 مليون دولار أمريكي بل إنه مصنف ضمن أغنى الممثلين حول العالم مش بس هوليوود ولا في الصين ولا في أوروبا في العالم كله جاكي شان مصنف من ضمن أغنى الممثلين في العالم طبعا ممكن تسأل كيف تحسنت حياة أمه وأبوه وجيههم كانوا صغير وزي كذا هو من يوم انتقلوا إلى أستراليا أمورهم سلكت شوية بدأ يزيد دخلهم وبدأوا يرتاحوا ماديا أكثر إلى أن ترتبت أمورهم ومشى الحال سنة 1973 جاكي شان مثل بجوار الممثل بروسلي كان دوره جدا ثانوي وبسيط كذا يظهر في مشهد قتالي يتلطم شوية ويختفي ولكن مشاركة في هذاك الفيلم تركت في ذاكرة جاكي شان ذكرى صعب جدا أنه ينساها في هذاك الفيلم وأثناء تصويره أحد المشاهد مع بروسلي يقول جاكي شان عن طريق الخطأ كنا كذا نسوي مشهد قتالي يفترض أن الضربة ما تجي فيني وأنا سوي النطيحة زي كذا اللي حصل أنه بروسلي ضرب راسه في وجه جاكي شان وكانت ضربة مرة قوية ولكم أنت تصور وضربة رأس من مين؟ من بروسلي يعني إيش قوة الألم اللي بيحس فيها يقول جاكي شان أنا ما دريش اللي صار وقتها ولا أدري كيف حصل هذا الخطأ بس أحب أقول لكم يا جماعة أنه كمية الألم اللي حسيتها بعد ضربة الرأس اللي اعطانيها بروسلي ما حسيتها في حياتي المهنية كلها وعلى ما يبدو أنه بروسلي بعد هذا الخطأ أسس جاكي شان بالخطأ على تحمل الألم لأن جاكي شان وبنسبة 99% من مشاهده القتالية والخطيرة اللي في الأفلام يسويها بنفسه ما عنده ممثل بديل تقريبا إلا في النادر جدا 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 أي مشهد صعب تشوف جاكي شان فيه تأكد مليون في المية أنه هذا جاكي شان وعلى إثر هذه الجرأة والمشاهد القتالية والخطيرة اللي يسويها بنفسه انكسر خشمه ثلاث مرات انكسرت معظم أصابع يده وبشكل متكرر مش مرة ولا مرتين أصابع يده دائما تنكسر كل يوم ينكسر له أصبع كل فيلم ينكسر له أصابع عادي ظلوعه يدينه ورجوله بل حتى عظمات خدوده عظمة الخد هذه قيدا كسرت من قوة المشاهد الخطيرة اللي يسويها بنفسه بالعرب كده لو تشوف سجل الأشعة الطبية لجاكي شان حرفيا يمكن كل جزء من جسمه مكسر جاكي شان يا جماعة كان حريص جدا أنه يظهر المشاهد القتالية تبعه بشكل حقيقي جدا فكان أحيانا يضرب الممثلين اللي معاه عن طريق الخطأ يعني تعرف مسوي مشاهد قتالية آه مفروض ما أضربه وضربه بالغلط ومع الوقت الممثلين صاروا يخافوا منه لا يا بوي ما بنمثل معك في مشاهد قتالية أفك أنا أنت مجنون يا بوي أتصفق أني صافقة بغيت شغلي القفص الصادري آخر مرة فصاروا يخافوا منه بعض الممثلين اللي بيمثلوا معاه في المشاهد القتالية واللي ما يخاف تلاقي جوة الفيلم كينا مرتبك وخايف ليا كله ضربه بالغلط ويبان عليه في التمثيل ويجيب أم العيد فجاكي شان قالوا يا جماعة ما عليش أنا والله ما أقدر سيطر على الموضوع ولا أعدكم أني ما راح أضربكم بالغلط ولكن إيش رايكم نلبسكم حشوات كده تحت جسمكم مظبوطة يصير حتى لو ضربتكم بالغلط ما تحسوا بي ألم وتكونيش الضربة أخاف وبالفعل هذا اللي حصل تحسبوه يقول لهم والله خلاص ما عاد بضربكم ما يقدر الضربات تجي بالغلط مشاهده غالبا معظمة حقيقية أصلا جاكي شان يا جماعة كان من المقرر أن يصور فيلم سنة 2001 في برج التجارة العالمية أو أبراجة التجارة العالمية الاثنين كان يفترض أنه يقدم دور شخص مسؤول عن نظافة الزجاج تبع البرج يعني يتعلق كده في السلم أو في المصعد هذاك ويحاول ينظف القزاز وأثناء ما يكون يأدي واجبه أو ينظف القزاز هذا تصير عملية رهابية داخل البرج أو أبراجة التجارة العالمية ويقوم هو بدوره أي شي يسوي عملية إنقاذه زي كده ويقتل الارهابين ويخلص الليلة ولكن للأسف حصلت أحداث 11 سبتمبر قبل ما يبدأ وتصوير هذا الفيلم واتلاغى المشروع تماما بل إنه الكاتب تم استدعاءه يعني أثناء التحقيق ترى صار تحقيق مرة كبير بعد انفجار أبراجة التجارة العالمية وبعد تدميرها أي شخص كان قريب بعيد له علاقة له فكرة له كتابة له رواية له قصة كان شاي الكاميرا وكان أي شخص موجود أو كان حولينا الانفجار أستدعوه حققه معاه الكاتب أستدعوه حققه معاه لأنهم شافوا إنه كتب فيلم بتكون أحداثه إنه في عملية رهابية في أبراجة التجارة العالمية ولكن بعد التحقيق أكتشف إنه مسكين مجرد فكرة جات في راسه والله ما داره وين الله حاطه جاكي تشان يا جماعة عنده فريق محترفين خاص فيه ولأنه طفش كل الممثلين اللي يجيبهم إما يخافوا أو ما يعرفوا يقدم المشاهد القتالية بشكل كويس فراحوا أسس فريق وظيفتهم يعملون المشاهد القتالية والصعبة معاه داخل أفلامه فريق مجنون كلهم كونج فو تايكواندو جنباز أي شي يسوه كذا مرة معضلين ولكن للأسف في البداية كان الموضوع مرة فلا يتكسر ويجيهم إصابات والتأمين يغطي ومن يعرفيش ولكن بعد فترة شركات التأمين قالت يا أبويا يا جاكي شان انت وفريقك هذا المهبل صديقني مافي تأمين معاد نطلع لكم يا أبويا كل شوية واحد جاينا مصاب التأمين انتم ماخذينه كذا بيزنس تأمين معاد بنطلع لكم وبشكل تدريجي شركات التأمين كلها تقريبا صارت ترفض تطلع لجاكي شان والفريقه أي تأمين طبي وجاكي شان لأنه مرة يحبهم ودربهم وأسسهم أفضل تأسيس قالهم لا تشيلوا هم طوز في شركات التأمين لو صار لكم شي لا سمح الله من جيبي أعالجكم بنفسي يا حبايبي كم عندي فريق أنا سنة 2012 جاكي شان صور فيلم اسمه Chinese Zodiac وبسبب هذا الفيلم دخل في موسوعة جينيس في أكبر عدد وظائف لشخص واحد في فيلم واحد انت مش فاهم أنا ببسط لك هيركز معي الفيلم كان من إخراجه وإنتاجه وكتابته وبطولته خلصنا لا لسه كان مدير الإنتاج وكان مدير فريق التصوير وكان منسق المشاهد القتالية والحركات البهلوانية والخطيرة وكان الملحن والمغني ومنسق المواقع والأزياء حرفيا كان ماسك الليلة كلها كذا أنا ما نداري إيش القوى الخارقة اللي عنده بس إنه مسك كل هذه الوظائف وأخرج الفيلم وخلصه لا وبعدها بفترة دخل موسوعة جينيس لأكثر ممثل يؤدي مشاهد قتالية بنفسه يا ساتر يا ساتر يا جاكي شان ارحمنا جاكي شان يا جماعة عنده أفضل علاقة تجارية مع شركة سيارات على الإطلاق أو بالتحديد شركة ميتسوبيشي في سنة من السنوات اجتمعوا مع شركة ميتسوبيشي وقالوا له اسمع اسمع يا عم جاكي شان اسمع يا جاكي شان إنت رجال أفلامك ماشا الله تبارك الله كلها ممتازة وعندك في السنة ماشا الله اثنين ثلاثة أربع أفلام يعني ما يوقف الأدم يحرق حرق طرف الأفلام وأكيد إنك دائما تدور سيارات تكسرها وتفجرها وتطيحها وتقلبها صح ولا كيف فراح نعقد معاك اتفاق سيارات أفلامك علينا مجانا ميتسوبيشي راح تتكفل بإنها توفر لك جميع السيارات اللي تحتاجها في أفلامك إحنا نعطيك السيارات مجانا وإنت من ناحيتك تسوي لنا إعلان للسيارات هذه أو لشركة ميتسوبيشي داخل أفلامك ولو تبغى تأخذها معاك البيت تبغى تكسرها تبغى تعطيها جماعتك اللي يعجبك السيارات حلالك في دوتر ومن يومها وإلى يومنا هذا تقريبا أو إلى فترة قريبة والعلاقة بين ميتسوبيشي وجاكي تشان جدا جدا ممتازة بالرغم من أنه جاكي تشان يا جماعة عنده مرة مهارات قتالية عالية جدا ترى الآدمي أصلا هو مرة فنان يعني لو ضربت معاه ترى بتتلطش بتتلطش يمكن تموت يمكن ضربة أصبع يقتلك يمكن يسوي فيك زي حركة مدرسة الكونغفو يقطع شعره ويقتلك فيها إلا أنه بالرغم من كل هذه القوة والجبروت اللي يملك والمهارات اللي عنده الآدمي مرة طيب وأخلاقه عالية ومبتسم معظم الوقت وصاحب بال طويل جدا وما يحب المشاكل على الإطلاق يعني مهما وصل من مرحلة من الاستفزاز والتنرفز آخر شيء يفكر فيه هو أنه يضارب أو يسوي مشاكل معاه بل أنه صرح وقال أنه في حياته كلها ما دخل في مضاربة إلا نادر جدا وغصبا عنه لما يكون مضطر وكمان لما كان صغير مش الحين كلها لما كان صغير وعلى طال المضاربات يا جماعة في سنة من السنوات لما كان جاكيشان لسه قاعد يبدأ يبني نفسه في عالم التمثيل كان يشتغل كحارس أمن في أحد المقاهي الليلية وفي يوم من الأيام حصلت له مضاربة مع أحد العملاء هذا يعطيه كف وأذاك يعطيه كف هذا يعطيه بوكس والثاني يرده بوكس هذا يصقع براسه والثاني يعطيه ركبة قامت بوكس ودم ودماء في ذاك المكان أو في المقهى الليلي المم أنه خلصت المضاربة جاكيشان طبعا ما صار له شيء ولكن الثاني هذاك شالو بنقاله للمستشفى ولكن جاكيشان بعد المضاربة لاحظ أنه في عظمة طالعة من يده من هنا أو من هنا المم أنه ايش من جهة أصابعه كذا في عظمة صغيرة طالعة فقال يا الشكلها انكسرت يدي خلينا نروح المستشفى راح المستشفى سواله أشعة اكتشفوا أنه هذا سن سن خويا أعطاه أعطاه شالوله السن وقالوله يا بويا ما فيك العافي روح راح الله يستر عليك جاينا بسن سن مين هذا اعترف سن مين ذا اشتويت انت أعطاه الين داخل أقول لكم شالو بنقاله عرصدقون يا جماعة أنه فيه نادي معجبين خاص بجاكيشان وفيه حوالي عشرة آلاف شخص مسجلين في هذا النادي وأغلبيتهم من البنات وللأسف الشديد في سنة من السنوات واحدة من البنات اللي في هذا النادي انتحرت لأنها ما كانت تدري أنه جاكيشان متزوج وبعدين عرفت وانتحرت يب هذه ما هي مزحة ولا هي نكتة فعلا انتحرت كان في وعدة ثانية كمان على وشك أنها تنتحر ولكن قدروا يمسكوها الناس اللي حوالينها ومنعوها من أنها تنتحر فما أدريش صراحةش كان تعليق جاكيشان على الموضوع ولكن هذه معلومة أنا حبيت أذكرها عالتخيلوا جاكيشان الأسطورة القوي المعضل يخاف من أشياء تضحك يخاف من الإبرة ويخاف أنه يتكلم قدام مجموعة كبيرة من البشر ترى فيه ناس عندهم فوبيا مرة غريبة يشفي كل شخص مريض فإذا تبغى تهزم جاكيشان في يوم من الأيام خلي معاك إبرة بس طلع له الإبرة كذا حينجلل أنا في بداية الفيديو قلت لكم أنه مغني صح تحسبني بالله تحسبني أمزح استحع على وجهك أنا أقول شي ما هو صح أنا الوجيه يا ولد هيا أسمع معايا جاكيشان من سنة 1984 وإلى يوما هذا أصدر 20 ألبوم غنائي عيش 20 أغنية لا 20 ألبوم غنائي وكل ألبوم مليان أغاني وغنى أغاني صينية ويابانية وتايوانية وانجليزية وصوته يا جماعة صوته رهيب ما تتوقعوا أن هذا صوت جاكيشان بل أنه قدم ساونتراك في مجموعة أفلام كثيرة من إخراجها أو من كتابة أو من بطولة واحد من أشهر الساونتراك اللي قدمها كانت في فيلم الأنميشن تبع ديزني مولان ياب جاكيشان شخصيا يغني في هذاك الفيلم هليني خلينا أجيب لك كده مقطع شوية وحطه لك اسمع بالله صدمة صح صوته رهيب يا وعلى طال اللغات المتعددة قلت لكم أنه غنى بالصيني بالتايواني بالياباني بالإنجليزي صح ترى جاكيشان يا جماعة يتكلم سبع لغات سبع لغات يا ولد نتكلم عن جاكيش يا بوي هذا سوبرمان هذا قوي ومعضل ويسوي ويخرج وينتج إيش في إيش باقي والله ما مزح جاكيشان يتكلم سبع لغات الإنجليزية والألمانية والصينية ولغتين صينية إضافية غير اللغة الأم والكورية واليابانية وكمان لغة الإشارة يا ساتر يا ويلي إيش هذا قوي 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 جاكيشان يا جماعة هذا مو طبيع الإنسان مرة قوي سلسلة رش أو رش شهيرة جاكيشان ما كان يبغي يشارك فيها على الإطلاق كان رافضها تماماً ولكن شركة الإنتاج طفشو اللين قدروا يقنعوه أنه يوافق على هذا الدور يروح يشتري تميس يلاقيهم فجو يروح المغسلة يلاقيهم فجو أستقعدوا له إلى أن خلوا يوافق على هذا الدور ولكن إيش أكثر شي خلاه يوافق على هذا الدور بالذات أعطوه راتب 15 مليون عن كل فيلم 15 مليون جاكيشان عدد ما هو كبير ترى وجيه لا مش بس عشان الـ 15 مليون أعطوه نسبة من أرباح الفيلم مدى الحياة أي أرباح تطلع من سلسلة رش أوور تنزل في حساب جاكيشان عرض ما يحلم فيه يا حبيبي وإلى يوما هذا وجاكيشان ينزل في حسابه أرباح من سلسلة رش أوور وتقدر ثروته حاليا بحوالي 350 مليون دولار أمريكي فعلى أنه جاكيشان عمره 67 سنة إلا أنه ما زال إلى يوما هذا يقدم أعمال في مجال الإنتاج والتمثيل والأغاني كل شيء بسم الله ما شاء الله شوية بس بقوله شوية ونقوله هذا سوبرمان سوبرمان ما فيها كانت سوبرمان هذا ما هو إنسان ما شاء الله تبارك الله كاتب منتج ممثل مصارع ملاكمة كونغ فو تايك وندو كاراتيه يصور ينتج يقلب سيارات يطيح من فوق أبراج ينقذ على مناطقه يا ساتر ما شاء الله تبقى كل شيء يسوي جاء ويغني وسبع لغات يا ويلي ما شاء الله تبارك الله الله يعطيه طولة العمر ويعطيه الصحة والعافية جاكشان ممثل طيب وإنسان ذو أخلاق جدا عالية ونتمنى لكل خير الله يعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكونوا نصر لنهاية الفيديو وشاركوني أعمالكم المفضلة لجاكيشان في التعليقات ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لو أعجبكم الفيديو وقلت لكم إذا إيش ضغطتوا لايكات كثيرة اليوتيوب يخرب خلونا نخرب اليوتيوب جرب يا أخي إنتيش خسران يقرع عم الكسل اللي إنت فيه يضغط لايك شوف إيه وبس كذا شوفت كيف سهل ولا تنسوا تشيكوا على قناة الثاني الخاصة بالألعاب راح تلقوها في صندوق الوصف وكمان تعالوا على الدسكورد عندنا فعاليات بين فترة وفترة نسولف ونسأل بعض عن الأفلام ونسوي تحديات وجوائز الأسبوع الماضي كان عندنا فعالية وفاز فيها واحد من الشباب في الدسكورد وحصل على حساب لمدة شهرين في نتفليكس يعطيكم العافية كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم